مع دخول البلاد عامها الثالثة من الحرب تلوح مخاوف استمرار القتال في المحافظات التي تحاول ميليشيا الحوث والرئيس المخلوع سيطرة عليها في المقابل تستمر معها غارات طيران التحالف العربي وكما هو معروف أنها حرب محورها العام هو انقلاب جماعة الحوث وصالح على النظام الشرعي في البلاد وقيادتهم حربا شاملة مواصلين استخدام أسلحة المؤسسة العسكرية لقتل الشعب خلال العام الثاني من الحرب أحدث وقائع السنة الثالثة لم تكن مختلفة عن السنة التي سبقتها وهذه هي المشاهد العالقة في الأذهان بل هو ما بات مألوفا خلال عامين من عمر الحرب فإلى جانب القتلى والجرح الذين يسقطون يوميا يحل الدمار والخراب أيضا لا طموح في لعبة الحرب التي دفع الرئيس المخلوع وجماعة الحوث البلاد إليها بالطبع أبعد من أن تكون الخسائر في الأرواح والممتلكات بالإضافة إلى التمزيق الذي يتهدد المجتمع بسببها إنقضى العام الثاني إذن محملا بكل مآسيه ولا تزال المواجهة تراوح مكانها بينما تشتد المعارك ضراوة في الجبهات التي اختارت أن تكسرها الميليشيا ففشلت ومعها أيضا تلقت ضربات من طيران التحالف العربي في نهم والجوف وصرواح وأيضا في تعز وشبوى وحجة والحديدة لألفين وستة عشر حكايات مريرة ومحزنة لليمنيين الذين تجرعوا مرارة حرب الميليشيا وهي بالمناسبة ذاتها كانت السنة التي شددت تحالف العربي قصفه لبعض معاقل الجماعة الإنقلابية لكنه أيضا ارتكب أخطاء مفزعة في حي الهنود بالحديدة وسوق خلقة نهم ومستشفى بلا حدود في محافظة حجة بالإضافة إلى الصالة الكبرى في صنعاء ليرحل العام الحالي محملا بأوجاعه ومخلفا تساؤلات كثيرة أبرزها هل ستتوقف الحرب أم أننا سنشهد عاما آخرا من سعارها إذ لا بوادر تلوح في الأفق حتى الآن بالخروج من طاحونة الاقتتال الدائر